سترونج اندباندنت وومن الناس هتفتكر ان انا مع المصطلح ده اللي هو بقى انا ست بشتغل وست موزيعة ونجحة ومعتمد على نفسي لكن انا ضد هذا المصطلح تماما لان انا كست حسيت ان المصطلح ده لبسنا في الحيطة اللي هو انت مش اندباندنت وسترونج وكده شيلي ماما صرف يا ماما في البيت شيلي مصاريف المدارس معي صح فانت شايف المصطلح ده مرايحكوا انتو كرجالة ولا يعني انتو اضحكتوا علينا من الاخ لفيتوها كده لفة 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 واحنا لبسينا على طول بدماغنا في الحيطة طيب صح صح بنسبة لانه انا متفق معك جدا 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 في ان المصطلح ده در الست اكتر ما فاته صح اوكي لانه احنا مش ضد اني يعني لو خدنا المصطلح بتاع الانتبندنت وومن ده بمعنى الحرفي مفيش حد هيبقى ضد اني ست تكون مستقلة قوية عندها شغلها ونكحة في شغلها بس ده طول ما الموضوع ماشي ساوي لكن الاندبندنت بقى اللي اتطبق في مجتمعنا خلق نوع راجل مش كل الكل بس نوع موجود زي ما انت قلت في المقدمة كده او في البداية انت بتعرفي تشيلي شيلي بتعرفي تصريفي اصريفي احيانا مثلا تلاقي اب مثلا مقتدر ماديا ومراته او زوجته عايزة تدخل مدارس احسن مش عندك شغلك ومعاك فلوسك زودي انت مصري في المدارسة حاجات كده ده مثال بسيط من اللي بيحصل او لو قررت تنفصل مش انت بتشتغلي وبتاع لا اخلعيني بقى او بازلي عبريني او بازلي عن حقوق بقى ما بانك انت عايزة تشتغلي ومعاك فلوسك ومعاك حياتك بالزبط فهو اثر زي يعني امتفك معاك جدا ان هو اثر سلبا على الست لكن في جزء منه ان الست تبقى قوية ومستقلة بشخصيتها ونجحة وعندها شغلها مفيش حد ضد ده لكن لا يستغل بشكل سيء زي ما احنا بنشوف طيب انت كراجل ايوه لما تيجي ترتبط واعدت مع واحدة حسيت ان هي يعني اول ما قعدت معاك قلت لك انا اندبندنت وومن انت اول احساس هيوصل لك ان انت فجأة بقى فيه طمع انا بشوف بيترسم علوش فجأة طمع طمع من الراجل اه من الراجل اولا ايه ده اه دي معاها شقيتها مثلا لو هي منفصلة او كده عربية الله ده عربية كويسة نكحة شغلها او مشهورة نكحة مشهورة فاللي هو ايه طب ما دي كويسة دي يعني انا ممكن اطلع على كتافها او ابان جنبها انور احيانا بيبقى فيها علاقات هو مجرد هو ما بقاش معروف صح ولا متشاف بس تب معايا ولا مش معايا معاك ان الاندبندنت وومن دي بتبقى عنصر جذب مطمع لأي راجل بيسموها كده الهاي بريفورمند وومن فهمة او ستة علية الاداء اه فهي غصبة عنها غصبة عنها هي مش هازم تقوله برضو اندبندنت يعني مش قوي ما تقعب معا مش هتقوله انا اندبندنت بس بيبقى الصفات واضحة الصفات واضحة فطبعا عليها عامل جذب جدا وللأسف بتجذب نوع راجل هي ابعد ما يكون عنه حتى لو ده ما بنش في البداية اوكي لانه في الاغلب لما هيقرب بقى من الشخصية القوية دي هتبدأ تباني العيوب هيبدأ يباني النقص والضعف انتي قلت ان هو ممكن يروح لوحد عشان يتشاف جنبها بس هو مع الوقت لو هو كان ده الغرض ان هو يروح يتشاف جنبها هيبدأ يتدايق من ده علشان كده مثلا على سبيل المسار حتلاقي ممكن الراجل يروح يتجوز ست مشهورة هو عرفها مشهورة وحبها مشهورة وحبها مشهورة ومنبهر ومنبهر هازم نحط خط تحت هو منبهر بيها بالزبط وبعد الجواز او بعد جوازها منه يبعتها عن الحياة دي او باللغة اللي بتستخدمها لستات بيطفيها يطفيها اه اه لكن انه يتدايق من انها اندبندنت اعتقد ده لها علاقة اكتر بثقة نفس الراجل في نفسه واحساسه برجلته اكتر من الست يعني ما تقدرش تروح يتومي على ست زي ما قلنا انها هي اللي عندها عيب انها بتشتغل ونجحة وشخصيتها قوي او اشتغلت على نفسها ما تقدرش تلومي على ست انها كده لا طبعا احنا نلوم على الانجازة بالحاجات دي بنية مش تمام